موسيقى كل حاجة بتحصل بالتفاصيل فيما يتعلق بموضوعك بتنطرق مصطفى والجهاز الفاني دي إن شاء الله قلنا هتتحل رغم أن فيه احتمالات أن تتفاجئوا بأخبار بخصوص تغييرات في الجهاز الفاني خلال المرحلة اللي جاي نتمنى أن ده ما ما يحصلش نتمنى أن الأمور تبقى ماشية بشكل جاي في هذا الإطار وفي هذا السياق نحن نتكلم عن مباراة الغد بقى بإذن الله مباراة مهمة بالنسبة لك تكسب فيها هتبقى خلاص ضمانة التأهل إن شاء الله تعالى لبطولة الأمم الأفريقية مباراة خارج مع العبك هتبقى صعبة فيه قلق شوية عند جمهور الكرة المصرية بعد الأداء الباهت فيه مباراة الأولى أو المباراة اللي فاتت مع توجو لكن أعايز أتكلم مع حضراتكم في التشكيل المتوقع للمنتخب غدا بإذن الله تعالى ومش هيبقى فيه تغيرات كتير يعني هيكون في حرصة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع المفضلة ما بين أبو الفتوح وآيمن أشرف فيه اتجاه أن آيمن أشرف يكون موجود بأنك تلعب خارج ملعبك وميقول آيمن أشرف دفاعي شوية ده حيبقى على حسب يعني استراتيجية الكابتن حسام البادري وحجازي ورينش زي ما هم 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 الاثنين متقلقين في الحقيقة ومحمد داني هو اللي حيغيب طبعا مركز الظاهر الأيمن فبالتالي اللي حيعوضه أحمد توفيق هو الأقرب وهو أجاد في المركز دمع بيراميدز في نص الملعب هيكون النيني وحيعوض السلية طريق حامد رغم أن فيه مفضلة مع حمد فتحي بس بقى قارب طريق حامد والخط الأمامي كله زي ما هو تريزيجية عبدالله السعيد دزيز ومصطفى محمد إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق طيب عشان نتطمن بشكل أكبر على منتخبنا الوطني خلينا سريع نروح لتوجو ومن خلال مدخلة مهمة جدا مع الأستاذ محمد مراد رحبتي أمير كل سنوات طيب وزي من المصطفى للسرعة العالمية